اليوم بنا نتكلم عن نوع مهم جدا من الطب اسمه الطب الوقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض نتكلم في هاي القناة عن التمريد مهنة العظماء فلو عجبك العنوان هاند واشنج البس غلافز جيب الماسك وتعال اقول لك شلقصة طبعا لكلنا بنعرف انه احنا في بلادنا العربية وبلادنا المسلمة وكل بلاد العالم الثالث دائما الطبيب والممرض بتعرضوا لشتى انواع الاهانة والاساءة وبيرتفع عليهم قضايا وبندربوا كل يوم خصوصا في التوارئ وفي الاي سيوم اليوم بدنا نتكلم عن نوع من الطب احيانا بيلجأ له الطبيب لحتى يقلل المضعفات او يقلل ذهابوا الى المحكمة وحصلوا على الشكاوى من اهال المرضى في اش في الطب اسمه الطب الدفاعي هذا مش نوع من الاختصاصات يعني مش زي طب العيون وطب القلب وطب العصاب لا هاي الطريقة بيلجأ لها الدكتور عشان يحمي نفسه من المسائلة القانونية تخيل انه انت طبيب وحصل معك موقف من اللي حصلته وبتحصله رح تضل تحصل طول ما فيه بشر بمرض وبتعالجه الفرق بين دول العالم الاول ودول العالم الثالث انه في العالم الاول الناس العادية بتعرف انه فيه مضعفات طبية واردة الحدوث وفيه برضو اهمال طبي ممكن نحكي فيه ونناقشه ونحاكم الطبيب عليه لكن طالما الطبيب اللي عمل للعملية او عالجه المريض مش سكران اولا عارف شو بعمل رقم اثنين ما فيه بين وبين المريض اي عداوة رقم ثلاث لما حصلت المشكلة كان موجود وحاول قصارى جهده انه ينقذ المريض وما قدر فاذا ما فيه اش بتقدر تعمله لهذا الدكتور والمفروض انك ما تشتكي عليه بل بالعكس تشكره وتقوله يعطيك العافية مش تشهر فيه وتصور فيديوهات وتنازل على التيك توك وتسب عليه على الفيسبوك والفضائح اللي بنشوف على السوشال ميديا كل يوم اما في دول العالم الثالث فالانسان العادي مش متخيل اصلا فكرة انه المضعفات الطبية ممكن تحصل هل تعلم انه حتى ادوية الحساسية ممكن تعمل حساسية في بعض الناس عنده حساسية من الاليرفين او الكورتزون اللي هم من اشهر الادوية اللي بتقاوم الحساسية ودائما الطبيب ما بقدر يعرف جبل ما يعطيك الدواء انه هل عندك حساسية منه ولا لا جبل ما تجربه فانا مش مشكلة انه عندك حساسية من البنسلين حتى لو توفيت مدام انا عملت فحص حساسية وطلع ما في عندك ولما خدته متت فانا شو بدي اعمل غيريك انا عملت اللي علي وعملت فحص حساسية فتخيل انه طبيب بده يعمل لك عملية فتح بطمك لجي الطحال لازج في المعدة لجي الكبد لازج في الامعاء لجي الامعاء الغليظة لازجة في الدقيقة مش مشكلة وهيك انت هيك ربنا خلقك في مصطلح في الطب اسمه الطب الدفاعي او الطب الوقائي بمعنى انه الطبيب بهرب من اي حالة ممكن تعمل له مشاكل او فيها نسبة مضاعفات واردة تخيل معي انه طبيب شغال في مستشفى حكومة باخد مثلا 400 دينار بالشهر او 500 دينار اردني بالشهر وبشوف له 150 مريض في 8 ساعات في الشفت يعني وكل الناس اللي مداومة معاه رح تبيعه في اول مشكلة الكل بهرب بخليه لحاله في العيادة او في الطوارئ وحتى لو صار فيها جضايا زميله اللي جاعد معاه على كونتر واحد رح يشهد ضده وجرايب المرضى رح يشهده ضده والمريض اذا ما مات رح يشهد ضده ومطلوب منه يعمل نسبة نجاح 100% وهو اصلا ما عنده وقت يسأل مريض شو اللي بوجهك لانه اي غلطة رح تدمر مستقبله المهنة سواء جضايا حبس تنسحب منه رخصة مزاولة المهنة او على الاقل فضيحة بين الناس لا انا ايش اللي خليني اشتغل حالة نسبة الوفاء فيها عالية نسبة حدوث المضاعفات عالية ونسبة انه ينشك علي او انحبس عالية اذا كانت المشاكل بتصير في الحالات العادية مع احسن ديكاترا واشتر ممرضين وفي احسن مستشفيات في اقوى دول العالم صحيا فكيف انا مداوم في مزبلة وبشوف الف مريض في الثانية وما فيش عندي لاقلافز البسه ولا دواء اعطيه ولا فيه عندي السيتسكان خربان جهاز الرنين خربان الطبقي خربان الترسامت خربان شو بدي عمل لك في الاول لازم تعرف معلومة انه نسبة الوفاء في اي عملية جراحية موجودة يعني في واحد او اثنين بالمية من الناس مع انه الدكتور عمل لهم كل اشي ممكن تتخيله بتوفه وما فيش حدا بالكون بعرف ليش قصة انه الدكتور اعطاك دواء وطلع عندك حساسية منه اذا انت ما كنتش تعرف الدكتور كيف بتدو يعرف فهاي مش غلطة من الدكتور ولا غلطة منك ولا غلطة من حدا انت خد دواء وما بتعرف انه عندك حساسية منه هذا نصيبك في قانون او معادلة اللي هي نسبة فرصة انه يتم ادانة الدكتور قانونيا تساوي 100 ناقص نسبة نجاة المريض يعني مريض يجاك عالطوارئ قاعد بيموت سواء احد السير سواء جلطة عالقلب سواء شو مكان لو كان نسبة انه يعيش او تعرف تنقضه 5% فاحتمال 95% يرتفع عليك قضية لو كان نسبة انه يعيش احتمال 30% فاحتمال 70% يرتفع عليك قضية بالعربي لا تشتغل الا في واحد انت متأكد 99% انك رح تعرف تنقضه غير هيك 99% اهله رح يرفع عليك قضية فانا ليش اغلب حالي في حالي جاعد بتموت لا بدل ما اقول لك ادخل عمليات ونعمل لك عملية وبعدين الاهل يقولوا مات بسبب العملية خليك بالطوارئ لبعد بكرة خذ جلوكوز لما تنفلج خذ مسكنات لما تنفلج خذ ضدات حيوية بالوريد لما توزع على جرايبك خذ وحدات دم وانت اصلا مش محتاج وحدات دم المهم الاهل يقولوا الدكتور ما قصر وظل 12 ساعة واجف في جراسه ومع ذلك امر الله نفد لما تدخل على العمليات وبعد عشر دقائق اطلع اقول لهم الحج توفى العوض بسلامتكم انا مش مستعدة نحبس عارف ليش؟ لانه في بلادنا القاضي او وكيل النيابة راح يقول لك اي جاك المريض تعبان انت شو عملتله؟ راح تقول له طلبت فحصات وطلبت شروط اشعة وعملت له ايك وعملت له اي سي جي وطلبت له فحصات مختبر وطلبت له مسكنات وعطيته مضادات حيوية وقلقوزة وحدات دم وفي الاخير توفى انا اكثر من هيك شو اعمل اسكنه في بيتي يعني فحتى لو كان الحج عليك المهم شو عملتله القاضي مش دكتور ما راح نقشك هذا الاشي ضروري ولا لا او بلزمه ولا لا لكن انت كدكتور خليت نسبة نجادك من المسائل القانونية 100% والاهل قالوا لك يسلمه في دكاثرة وفي ممرضين شاطرين جدا ومبدعين جدا ولو حطيته في الشارع بدون سرير بدون ادوية بدون سماع بدون اشي بيقدر ينقذ المريض من الموت لكن هذا العنصر في طريقه للانقراض مش انه جاعدين بيموتوا يعني المليح اللي بيشتغل وعارف انه في دولة او في مستشفى لازم يجدروا وما بيلاقب تجدير بكل بساطة يا بترك المهنة كلها وبشتغل اشي ثاني يا اما بطلع على بلد تحت رموت اطيراتي بأعلى وتشغله شغل آدمي مش يشوف خمسين مريض في ساعة انت بتقول لقانون مسائلة طبية وفي ناس بتغلط ومش كل الناس كويسين زي ما بتقول على عينه وراسي قانون المسائلة الطبية اصلا لازم يحاكم الانسان اللي بيغلط الاخطاء اللي بيغلطوها كل اطباء الدنيا بتنقسم الى نوعين النوع الاول اللي بسموه الاهمال يعني انت دارس وفاهم ومتدرب وشاطر بالنظر وشاطر بالعمل وعندك خبره في اكتر من المستشفى لكن انت مش عاجبك المريض او مش فضيله او جرفان او متكبر عليه فنسيت تكتب له دواء معين او نسيت تطلب له فحص معين او نسيت تعمله عملية معينة فالمريض مات او صار فيه اشي هذا اسمه اهمال انت بتعرف الصح لكن ما عملته اللي بيسموه فيه اشي بيسموه المال براكتس المال براكتس انه انت اصلا تفهمش بشغلك او مش شاطر في شغلك فالغلط هذا نتيجته انك ما بتعرف انه هاي الحالة لازم تنعط الدول فلاني او هاي الحالة لازم تعمل العملية الفلانية وقتها بترجع لكلية الطب تدرس الطب من اول وشديد هاي لها عقوب الحال وهاي لها عقوب الحال في النهاية لو انت عندك اهمال او عندك سوء في التعامل تتحول للمحكمة المحكمة بتطلب استشارة لجنة من استشاريين خابرين في تخصصك انت بعرف انت اشتغلت صح ولا لأ وهم بيقولوا للغاضي انه يحكم عليك او طلعك براءة فانت كمريد او اهل مريد ما بطلع لك تقول الدكتور غلط بدون ما تستشير بني ادم بيشتغل في تخصصه لو كان الطبيب مهمل عنده هذا يعتبر ضمن اختصاص القانون الجنائي يعني الدكتور كرهانك او بطريقة ما بده يسبب لك اذا تعتبر جناية بتتحول لقانون الجنايات او محكمة الجنايات وبحكم عليه حسب قوانين الجنايات لو كان المسألة بس مال براكتس او خطأ طبي زي ما بقوله هذا يدخل تحت طائلة القانون الاداري اللي هو السيفل لو هذا ككريمينال لو اللي هو الجنائي وهذا السيفل لو ووقتها ممكن يدفع لك تعويض حتى في الدين في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك من انتهن الطب بما معناه او من من اشتغل بالطب وهو ليس بطبيب فهو ضامن شو يعني ضامن يعني يسبب لك ضرر بعوضك ماليا فلا تظل لك كل ما دكتور اعطاك دواء وهما بعرف انه ما عندك حسزين منه وتروح ترفع جضية وتقول لخطأ طبي في النهاية رح تلاقي لدكاترة والممرضين وكل انسان بيشتغل في هالبلد اذا كان فهمان وكويس بكل بساطة رح يسيب البلد ويطلع ورح تفضل البلد من الناس المبدعين وما يظل فيها الا الناس اللي ما بتفهم وبدل ما كان يصير معك خطأ طبي واحد بالمئة رح تصير كل مرة بتروح على المستشفى تتعرض لخطأ طبي وهو سيناريو اصلا متأكدين انه رح يصير عاجلا ام آجلا وإلى ان يحصل هذا الكلام رح يظل الدكتور في صراع بين كيف احمي نفسي وكيف انقذ المريض الخلاصة انه انت كمريض او كاهل مريض لازم تعرف بعض النقاط كل مرض في الدنيا في احتمال انه يؤدي الى الوفاة حتى المرض النفسي اذا زاد احتمال يؤدي الى الانتحار ففي حالات انا شفتها انفلونزا توفى لانه منع تضعيفة مش لان الدكتور قصر في حالات امراض قلب وتوفى ضغط توفى سكر توفى رشح توفى متصير فيش مرض بالدنيا الا في احتمال للوفاة طب الدكتور شو بيسوي اولا محاولة تعظيم الفوائد العلاجية من شغله بحاول بقدر الامكان يفيدك على قد ما يقدر او يقلل الاثار السلبية او يقلل اثار المرض او مضاعفاته او يمنع مضاعفاته نقطة مهمة جدا مع كل محاولاتنا كفريق رعاية صحية لا يمكن انه نضمن نتيجة العلاج لعدة اسباب فما في اشي اسمه المستشفى فيه علاج لكل شي فيه كثير امراض ما الها علاج وفيه بعض الامراض بتلاقي حالة لها علاج وحالة ما فيه منها امل نفس المرض فمهما تقدم العلم ما فيه حدا قدر يوصل بالاحتمال لنقطة الصفر انه مستحيل يصير فيه مضاعفات لهذا المرض طبعا شو سبب كره الناس للاطباء وزيادة انتشار كلمة خطأ طبي خطأ طبي خطأ طبي اول سبب اللي هو الاعلام والفن كل يوم بتسمع انه تم حبس طبيب لقضيات خطأ طبي تم الاعتداء على طبيب لانه عمل خطأ طبي تم ضرب طبيب لانه عمل خطأ طبي عمري ما سمعت في الجرايد او في المجلات او في حتى المواقع الاخبارية انه تم تكريم طبيب لانه انخذ بني ادم من الموت مع انه هادر حكي بصير مئات المرات يوميا بس احنا بنركز على السلبيات عمرك شفت في حياتك مسلسل بيقول عن الممرض او الممرض او الطبيب ان انسان محترم لا يمكن بيقدرواش يتكلموا عن الوزير بيقدرواش يتكلموا عن المسؤول بيقدرواش يتكلموا عن رئيس الدولة بس بيقدروا يتكلموا عن الممرض وعن الطبيب وعن معلم المدرسة وعن الزبال وعن اللي بيكنس وعن اللي بيشتغل في مطعم وعن اللي بيغسل صحونه كل الشعب الا 3-4 مهن فكلمة الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي هاي بتسمعها في الإعلام العربي بتسمعها في أحداث الناس لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إنك تسمعها في إعلام دولة محترمة بتحترم نفسها وبتحترم أولادها لأنهم ما بدهم ينشروا أفكار خلط بين الناس وما بدهم ينشروا الضعر بين المواطنين تخيل أنا أقول لك إنه النظام الصحي اللي أنا مأسسه عشان أرعاك فاشل بكل بساطة عمرك ما راح تدخل المستشفى لو بتموت كثير بتسمع الناس بيقول لك المستشفى الحكومي الفلاني بتدخل رجلك مكسورة بتطلع حامل أو بتدخل سنانك بوجعوك بتطلع شايلين لك الزايد يخفت الدم مش حلو دائما طيب هذا الدكتور اللي بتقول إنه بشوف ألف مريض باليوم يعني هل هذا هل هذا عذر إنه أبوي مات مثلا أنا بدي أقول لك شغلة قانونا هذا لو في قانون أصلا لو البلد بلد أساسا قانونا اللي مسؤول عن الخدمة الصحية وجودة واكتمال الخدمة الصحية مش للطبيب ولا الممرض ولا الموظف ولا أي حدا بتفوت على المستشفى بتلاقيه في خلجتك المسؤول مدير المستشفى هو وزير الصحة لو أنت دخلت على المستشفى ولجيت عيادة طويل عريضة فيها أخصائي واحد وفيه متين واحد على الدور تطلع للمدير بتقول له عين كمان أخصائي أو اثنين ساعة دور ما تيجي تقول للدكتور أنا شو دخلني أنه في عندك مت مريض أستنى الدكتور ما بيقدر عيي واحد على الحساب عشان ما عليك ما تستنى ففكرة المسؤولية الطبية تقع على عاطق المؤسسة وليس الأفراد في الدول المتحضرة الإعلام بوعي الناس كل يوم أنه أي مرض بالدنيا له مضاعفات محتملة ممكن تترك كل الدنيا وتصير معك أنت بس عادي جدا وممكن كل الناس مضاعفات بسيطة حرارة كحة مغس أنت المضاعفات اللي توصلك تكون الوفاء برضو بعلموا الناس أنه طبيعي جدا أنه البني آدم مدام راح على المستشفى معناته تعبان أو أقرب إلى الموت من غيره فالوضع الطبيعي أنه ولو واحد بالمئة من اللي بيجع المستشفيات يتوفوا مش معقول تجيب لواحد فيه ثمانين مرض وقاطع النفس ومتوقف قلبه وتقول لي ليش مات وهو لو كان سليم ما كانش جاني في البلاد المتحضرة بفهموا شو معنى الأخطاء البشرية بفهموا أنه أي إشي بعملوا أي إنسان مش آله إله نسبة ولو واحد بالألف في البلاد المتحضرة بيعرفوا أنه ما فيه شغل بدون نسبة خطأ والنسبة معروفة في البلاد المتحضرة بيعرفوا أنه الإهمال والتقصير يعني عدم اتباع بروتوكولات والعلاج وأنك تجيب علم من مخك والطبقه لكن مدام أنا بشتغل صح في النهاية أنت متت ما فيه علي مسؤولية في البلاد المتحضرة فيه مسؤولية على المستشفى على المدير على وزير الصحة إذا كان حكومي وفي البلاد المتحضرة فيه تأمين إجباري بيشتركوا فيه كل الأطباء والممردين والموظفين لو أنا كممرد أو طبيب ذيت مريض أو سببت لعاها مستديمة بدون قد بتفعلوا تعويض مالي أحساب شركة التأمين مش من جيبتي لكن لو أنا بكرهك لشخصك أعملك فيك مصيبة بطلع لك تحبسني وتعدمني عادي في البلاد المتحضرة بيعرفوا قيمة الحياة وقيمة القائمين على إنقاذ الحياة مثل الأطباء والممردين وبقدروهم مالياً وأدبياً يعني بقولوا لهم يسلموا في البلاد المتحضرة لا يتم إهانة طبيب أو ضربه أو سجنه لأنه حاول ينقذ حياة مريض رح يجي واحد يقول لي بعد كل هالحاكي أنت بتحب الأطباء والممردين لأنك زملاءك ولأنك تشتغل معهم ولأنك واحد منهم أنا مع إنه يتطبق قانون المسائل الطبية لكن إحنا كالعادي ما نجيب القانون من برة بتطبق على ناس عايشين في بيئة معينة بظروف معينة بشروط معينة وبننا نطبقوا على حالنا اللي بيننا وبينهم فرج أميال أولاً الطبيب في أمريكا أو بريطانيا أو كندا لو غلط بتحاسب لكن في نفس الوقت الطبيب في أمريكا أو بريطانيا أو أستراليا أو كندا بيشوف سبعة أو ثمان أو عشر مرضى باليوم الطبيب عندنا بيشوف عشرين أربعين ثمانين أنا مرة شفت عند أخي الصائفي عيادة من العيادات مية وثمانين مريض على اللاستة في العيادات بديشوفهم في ثمان ساعات يعني لو جل لكل واحد شو اسمك بدون تنأسبوها فقبل ما تطبق قانون المسائل علي خليني أشتغل في ظروف آدمية عشان تخف نسبة الخطأ في شغلها ساوي الطبيب في الأردن بالطبيب بديش أقول لك في أمريكا في السعودية أو في الإمارات خليه خضراتي بعالي أعطيه بدل سكن سكنه في فيلا أعطيه سيارة أصرف له بدل بنزين أصرف له بدل استعمال تلفون أنه هون الطبيب بأخذ بدل اقتناء حيوان أليف الدكتور بأخذ بدل كلب بدل كلب إيه إشي اسمه كشف الراتب فإنت شو بتحكي أعطينا راتب مليح عيشني في ظروف كويسة تخلينيش أشوف مليون مريض في اليوم حط أمن عباب العيادة بلاش إنكتل كل عشر دجايج ووع الشعب أعمل حملات في التلفزيون حتى علم الأطفال في المدارس إنه لما تروح على مستشفى احترم نفسك واحكي مع النزل بشهد لو بدك تشوف الممرضين كيف بيشتغلوا في أمريكا مثلا فيش اسمه ريشيو ريشيو أنا كممرض مدعم في قسم عادي مرضى ستيبل لو بده روح على ميديكال سيرجيكال ممنوع أستلم أكثر من خمس مرضى لو بده اشتغل بالطوارئ ممنوع أكثر من اثنين لو بده اشتغل بالعمليات أو بالاي سيو ممنوع أكثر من واحد فأنا كل مريض باستلمه زيادة عن الرقم أو النصاب القانوني اللي أنا لازم أستلمه كل مريض باستلمه بزيد احتمالية إنه واحد من اللي أنا مستلمهم يتوفق فتخيل في بلادنا الواحد بيستلم 28 مريض فالأخير الثماني وعشرين بيظلوا عايشين في الأخير تقعد يتهاوش فيه ليش ما فيه وجه نخد هذا هو الموضوع باختصار وهي هي الجوانب القانونية إله يريت بدل من قاتل الطبيب ليش ما شفتني ولاش ما علشني نطلع على الوزير ونقول له جيب تعيينات خليها تساعد الزلمة حسن أحواله زيد له راتبه وبعد هيك لما يصير المستشفى جنة وتصير عمان زي نيويورك بتيجي بتقول لي بدي قانون مساءلة طبية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلي جديدنا أول بول والسلام عليكم